إن كنت تشعر بالتعب والإجهاد طوال اليوم ينصحك متخصصون بتناول أغذية تعزز مستوى الطاقة في الجسم ولا تزيد الوزن أول هذه الأطعماء الجوز إذ يزيد من طاقة الجسم وينصح بتناوله طازجا دون إضافة الملح أو السكر اللبن الزبادي ينصح بتناول حصة منه على وجبة الإفطار كونه يمنح الجسم كمية كبيرة من الكالسيوم فضلا عن أن البكتيريا الموجودة فيه تعزز نظام المناعة وعملية الهضم ويساعد اللبن على الاستفادة من الأغذية التي يتم تناولها فضلا عن محاربة التعب السالمون ينصح به متخصصون لاحتوائه على أوميغا 3 الذي يخفض الكلسترول ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين وفايتامين بي سيكس الفطر كوب واحد منه يقول خبراء إنه قادر على توفير 50% من الحصة اليومية من الحديد الذي يعتبر ضروريا لنقل الأكسجين داخل الدم كذلك السبانخ يقول خبراء تغذية إنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم الذي يساعد على الهضم كما ينظم وظيفة الأعصاب والعضلات فضلا عن الماغنيسيوم الذي يلعب دورا حيويا في إنتاج الطاقة وكذلك ينصح بتناول ربع كوب من بذور اليقطين الذي يتضمن نصف الكمية المصابها من الماغنيسيوم البطاطا الحلوة اعتبرها باحثون مصدر كربوهايدرات مميزا كما أنها تحتوي على الحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم وفايتامين اي دي وسي هذه العناصر والفايتامينات تساعد على زيادة مستويات الطاقة ووقف الإحساس بالتعاب أما الماء فيوصي متخصصون بشرب نحو ثمانية أكواب منه يوميا للسيدات وعشر للرجال ولضمان الحصول على كمية كافية منه ينصح بشرب كوب ماء قبل كل وجبة الفواكه والخضروات الموسمية ينصح بها متخصصون لمحاربة الشعور بالتعب كونها لم تتعرض للتخزين الذي يقلل من قيمتها الغذائية فضلا عن البيض الذي يعد أعلى مصدر للبروتين حنين موصلي العربية